مرحبكم صباح الخير اليوم انا قررت اطلع اقعد شوية بكافية عشان حابة اكتب واقرع وقعد بالشمس اليوم الجو كتير معتدل وصافي وحلو حبيت اخدكم ماء اطلع شوية على البحر وعلى السماء وهونا هلا بلشت اكتب عم بكتب باستعمل فكمل فيها عم بحاول اخلص بس المسود الاولى للمسود الاولى لذا انا هنا تك تاك 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 اليوم كان نوعا ماء هادي وراية كل الناس يكي قاعدين بيدردشو بيشربو بيحكو مع بعض بطلع على التك تاك اطلع كمان اسفورمي كنت غايصة في عالم ثاني عم بحاول اجمع افكاري مرات بصير معي هذا الاشي كتير لما اكون اطعا فترة مش عم بكتب في المسودة لما ارجع عم بحاول اجمع الافكار تابعوني فترة بداية بحاول اكتب القصة زي تلخيص كامل زي ما بتذكر اني حاب اكتبها فببدا اكتب واكتب 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 و بحاول ابدأ ازيد بحاول دائما افتح فايل جديد ليش؟ عشان اذا حابة اسيفو او ما يكونش بالمستوى اللي انا بديه بسيفو بخلي لبعدين ياس هذا واحد من الاشيائي كتير كتير بحبهم بحب كتير لما البحر يأكس على اللي يخوتك ساعة معينة في الظهر بيكون الضل كتير حلو تحسيك ترين 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 هذا واحد من لوئات مفضل عندي في الضوغ ايكي اقبتين انسابتين الروضة جاءنا هون نكتب فاليوم محاسة اني كنت قادرة أفوت في هالم اني اكمل القصة اعمل جرجات اصحح و ازيد و انا اقنص اشياء ف what i do لما ابلش اكتب القصة بعمل جنب الورد فايل طبعي بعمل زي هيك space فاضي and what i do is بصير احط edits فمرات اذا مثلا فيه scene يعني مقطع معين انا مش بالمود اكتبه او مثلا بده شوية research او تفكير بكتب نوت باللون تاني مثلا بالاحمر انه هون let's do a few word searches او نضيف اكمل اشي سياده هون مثلا و بكمل فنما اكون في المود تبع لاني اكمل 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 حتى اوصل لمرحلة التعب and what i'm doing now is returning to these points عم بحاول اعدل فيهم وانمي فيهم اكتر لاني انا عدت لكم عم بكتب اكتر منصب نفس الوقت and now i'm يعني هلا في المرحلة اللي بعدها بدي اختار قصة واحدة اركز عليها تماما اخ يعني اختمها بعد الانتقل اشي جديد شوي yeah that's the work i've done today okay كمان اشي كتير بحبه بحب لما يكون عزاز او خلاستيك والكاسي هيك تبتتعمل بصير نضم اكتر منصب اكتر منصب اكتر منصب فطلت مي جورنال عم بكتب الwork process تابي من اليوم انو شو انجزت لو انمت اوصل او شو عم بعمل كنت اكتر بعدين اشياء تانية عادية كدير زي مثلا شو شربت او ماذا افعل نو تساديين بس اهم اشي انو احبت ال process تابي انو شو كتابته اكمن كلمة وهيك احنا اشي لما اكتب بالعادة انا ما بكتب الدفتر هيك مستقيم بكتب اكتر هو ماير ماما دائما تحكي انو السبب الي اني كنتشملية انا صغيرة وقصبوني اكتب باليميم فاضل عندي زي style في الكتابة مايني انا ما بتزكى اني كنت شملية كنت اكتب كل شي بالمعلوب يعني it's different actually it's worse somehow عادة السنوات اظنني اكتب كل شي بالمعلوب everything so it's really interesting بس لازم اميل كتير كتير الدفتر فهاي الطريقة باكتب فيها I can بس مش لا فترات طويلة لما بدي ااخد راحتي لازم الدفتر يكون المعووج شوي انتو كيف بتكتبو كيف الخطة باكم ويدكم وكل شي انا خطي شوي عجيب يعني بس ببدئيا بسمي انتو كنت شوي وانتو كيف حملت وانتو كيف حمامة وانتو كيف حدر صفحيتين بس تركيزي كان مشتت لانو كان في حمامة ضلها تحوم حوالي وكان جيداً جداً ما كنتش قادرة أركز مية بالمية وغيرك مرات لما أكون قادة والجو كتير يكون حلو بس هي عنديك حالة إنه زي بناس بحس إنه آه إنه بسيك أتفندد على مثلاً كرسي زي كراسي البحرك and sleep it off بس the story so far it's really good بصد تقريباً من نص بس I can't wait أحكي لكم عنها مرحب أحكي لكم التايتل هلا حطيت عنها قبل صورة بس now I feel إنه إجا لوقت أحكي عنها فيديو the truth is لي طولت عليكم كتير غير التهاب عيون لي صار إنه الستام التابعي الإشي اللي بيحمل الموبايل طق ومش عارف على الإلطاع هلا فعم بحاول أشتريها من الموقع الرئيسي because I want the same exact piece so that's taking a while other than that it's a beautiful day بل واحد يكتغ و يقرأ و يسترخي هيك أحب إحساس الورع when I'm reading when I'm reading when I'm reading or whatever I think I decided to call it a day I'm like that's it I'm going home بعدين حبيت ابرجيكم شوي الاشي اللي بظلني اسرح فيه اللي هو البحر والعصافير and all that بس بسيكلي انا والبحر علاقتنا علاقة حب عشق عوالت الاتراك عشق بيناتنا and to get a close-up على اليخوت والغلو اللي تحتهم I love this it's gorgeous تخيى لو الwatercolor hi you come من يوميك عطلت يوم هذي كتبت شوي قرعتم كن صفقتين بس فعليا كتبت أكتر so yeah طررت أصدرك شوي من يومي قررت أنا أشتري سلطة أبل ماروح and to head home so أخذت سلطة فيها chicken and lots of veggies شو مجودة هنا أخذتها but this one looks really yummy as well and bye